اسم الدرس فارس رغم أنفي جاء موعد النزهة وجئ إلينا بأربعة جياد وعرض علي أن أختار واحدا منها ولم أشأ أن أعترف أمام الحاضرين أن لا عهد لي بركوب الخيل فاخترت واحدا ظننته أسهلها مراسا وألطفها طبعا وتظاهرت كما لو كنت سيد نفسي وسيد الموقف في حين أن قلبي كان قد تغير ميزان دقاته وسرنا في طريق ممهدة وكان حديثنا عن الخيل وأجناسها وما تتميز به من صفات وبغتة ودون أن تصدر مني حركة أو إشارة وثب حصاني وثبة جنونية إلى الأمام كادت تخلعني عن السرج وراح يعدو بكل ما في قوائمه من عزم وما في صدره من نفس ولولا أني كنت أسمع وقع حوافره على الأرض لقلت إنه يطير فقد كانت الحقول على الجانبين تبدو لعيني وتغيب بسرعة فلجأت إلى اللجام أشده بكل قوتي حينا وأرخيه حينا فلم ينفعني اللجام عندئذ ألقيته على عاطق الحصان واستعظت عنه بخصلة من عرفه تمسكت بها بكلت يدي وأسلمت أمري إلى الله تخلف رفاقي بعيدا عني ولم يكن أحد منهم يعرف المأزق الذي أنا فيه ومن الأكيد أنهم اعتبروا الجنون الذي مس حصاني ضربا من الفروسية أبهرهم به فلم يسرعوا لنجدتي بل إنني في البداية كنت أسمع هتافاتهم ولكنها لم تلبس أمن قطعات فبدت لا أسمع غير دقات قلبي ولا أبصر غير الكارثة تترصدني مع كل وثبة من وثبات الجواد إني سأسقط لا محالة ولكن كيف؟ ثم كانت العجيبة ففي مثل لمح البصر ودون تدبير أو قصد مني وجدتني أقفز من السرج إلى عنق الحصان ثم وجدتني أطوق ذلك العنق بالذراعي وإذا بالحصان يجمد مكانه وإذا بي ألمس الأرض برجلي وأرفع عن عنق الحصان ذراعي ثم أروح أربت كتفه وأنتهي بأن أقبله بين عينيه وعندما أدركني رفاقي بعد فترة أقبلوا علي يهنئونني ويبدون إعجابهم بفروسيتي فلم أشأ أن أخبرهم بما كان ورضيت أن أتقبل تهانيهم كما لو كنت في الواقع جديرا بها وكنت أقول في نفسي فارس رغم أنفي أكتشف أولاً أقرأ عنوان النص وأسجل ما يوحي به من أفكار الإجابة ما بادرني من أفكار هو أن الراوي لا يشتم من ركوب الخيل غير مسماها فهو لا يعرف التواصل معها أو حتى شد لجامها ثانياً أقرأ النص وأحدد شواهد تدعم ما سجلته من أفكار الإجابة ولم أشأ أن أعترف أمام الحاضرين أن لا عهد لي بركوب الخيل وبغتة ودون أن تصدر مني حركة أو إشارة وثب حصاني وثبة جنونية إلى الأمام كادت تخلعني عن السرج فلجأت إلى اللجام أشده بكل قوة حيناً وأرخيه حيناً فلم ينفعني اللجام عندئذ ألقيته على عاطق الحصان واستعظت عنه بخصلة من عرفه تمسكت بها بكلت يدي وأسلمت أمري إلى الله فبدت لا أسمع غير ضقات قلبي ولا أفسر غير الكارثة تترصدني مع كل وثبة من وثبات الجواد إني سأسقط لا محالة ولكن كيف؟ ثالثاً أشرح ألف أبحث عن ضد الكلمة المسطرة فيما يأتي وأستعملها في جملة ألقيت اللجام على عاطق الحصان واستعظت عنه بخصلة من شعره الإجابة استعظ أي بدل الشيء بآخر وعكسها أبقى على الشيء وحافظ عليه لجدي مذياع أهداني إياه منذ فترة فبالرغم من أنه قطع الطب لكني أبقيت عليه محفوظاً في الخزانة باء أبحث في المعجم عن معنى أربت بالرجوع إلى راء باء تاء لجدي محفوظاً في الخزانة لجدي محفوظاً في الكتفه ربت أي ضربه عليه ضرباً خفيفاً ليهدأ أعمق فهمي رابعاً لم يتعود الكاتب على ركوب الخيل أذكر سببين دفعاه إلى ركوب الحصان هذه المرة الإجابة الأسباب التي دفعت براوي إلى ركوب الحصان هي النزول عند طلب رفاقه ومسايرتهم وعدم الإفصاح بحقيقة جهله ركوب الخيل وأنه لم يسبق أن ركبها قبل خامساً قام الكاتب بمحاولات فاشلة لكبح جماح حصانه أذكرها وأستدل عليها بشواهد من النص الإجابة قام بشد اللجام بقوة طارة ورخيه طارة أخرى لكن دون جدوى فلجأت إلى اللجام أشده بكل قوة حيناً وأرخيه حيناً فلم ينفعني اللجام واصطعدت عنه بخصلة من عرفه تمسكت بها بكلت يدي أحلل سادساً تمكن الكاتب في النهاية من إيقاف الجواد أذكر الأعمال التي قام بها وأستدل عليها بشواهد من النص الإجابة الأعمال التي قام بها الكاتب القفز من السرج تطويق عنق الحصان بذراعيه ثم كانت العجيبة ففي مثل لمح البصر ودون تدبير أو قصد مني وجدتني أقفز من السرج إلى عنق الحصان ثم وجدتني أطوّق ذلك العنق بذراعي وإذا بالحصان يجمد مكانه وإذا بي ألمس الأرض برجليه وأرفع عن عنق الحصان ذراعي ثم أروح أربت كتفه وأنتهي بأن أقبله بين عينيه سابعاً أقرأ الفقرتين الأخيرتين من النص وأفسر سبب قول الكاتب فارس رغم أنفي الإجابة قال الكاتب فارس رغم أنفي لما وجده من إعجاب الحاضرين بشجاعته ظنّاً منهم أن ما فعله ضرب من المهارة والفروسية أبدي رأيي ثامناً تظاهر الكاتب بخصال ليست فيه أذكرها وأحددها ثم أبدي رأيي في ذلك الإجابة تظاهر الكاتب بخصال ليست فيه وهي الفروسية البطولة والشجاعة أمام الجميع الأجدر به أن يفسح عن الحقيقة لأنهم سيكتشفون ذلك إذا تكررت المغامرة والأولى أن تكون العلاقة بين الأفراد مبنية على الصراحة والثقة